بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرجة لمسألة حلول الخير والبركة في البيت وبيتك يكون بعيدا عن المشاكل بعيدا عن الأمراض بعيدا عن العلل يكون بيتك داما وأبدا هادئا تعم فيه الفرحة تعم فيه السعادة الرزق إلى غير ذلك ماذا تفعل؟ كما يقول آية الله الشيخ البهاء قدسة روحه الزكية تكتب هذه الآيات على أربع ورقات من شجرة الزيتون وتدفن في أربع زوايا من البيت فيحل الخير والبركة والرزق والأمان والعافية والاستقرار في ذلك البيت ويبقى عامرا بالخير والرزق والعافية ما دامت أو ما دام أهل هذا البيت فيه والبيت فيه هذه الورقات التي كتب عليها تلك الآيات طبعا أيها الأخوة والأخوات أوراق الزيتون دائما تكون ناعمة صغيرة يعني الحجم قدر الإمكان اكتب هذه الآيات ولو بخط ناعم على الجهتين هذه الآيات بخط ناعم ولو على الجهتين ولو تكتب الكلمة فوق الكلمة تكتب الكلمة فوق الكلمة لا بأس الآيات هي بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا ميم راء تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر لأقرأ لكم الآيات تكون أفضل يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الآن يعني أرى بأن هناك شروحات كثيرة حول هذه الآيات يعني ولا نريد أن نطيل عليكم المقطع فهذا يكفي إذن اكتبوا هذه الآيات الأربعة على أربع أوراق زيتون وقوموا بدفنها في زوايا البيت وسوف يكون البيت داما وأبدا فيه المودة والألفة بين الزوجين بين الآباء والأولاد وتحل فيه البركة والرزق والعافية كل شيء من الخير يكون فيه إن شاء الله تعالى برنامج صباحات ولذلك يعني نتمنى الأخوة الذين يبنون بيوتا جدد الآن يعني جدود بأنه يضعون هذا في حسبانهم يضعون هذا الآمر في حسبانهم برنامج صباحات والأيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام